خلال افتتاح أيضا رئيس لمحط التحية مصر ميناء اسكندرية أكد سيد الرئيس أن تحويل الدولة إلى حال أفضل يتطلب جهدا كبيرا ووضع أموال كثيرة جدا وأضاف أن الرؤى لابد لها من أفكار وجهود حتى تتحقق مشيرا أن ميناء اسكندرية تم استثمار يعني تم أيضا الحال أنه يتغير لمدة 25 عام يعني لم يكن هناك تغيير كان هناك ركود تعالوا كده نستمع لجزء من كلمة سيد الرئيس ونعود ونستكمل مع حضرتكم تفضل أنا عايز أقول لكم على حاجة مهمة هنا جدا الفريق كامل بيحكي الموضوع فمش هو دي اللي احنا ممكن نوصل بها للناس احنا عملنا ايه ومش الهدف ان احنا نوريهم احنا بنعمل ايه لكن نوريهم ان الرؤية عشان تتحقق وورا بينها مش بس أفكار ولا جهد لا ده حاجة كتير على بعضها ونرجع على التاريخ نقول ايه احنا الجزء الاولاني من الميناء اللي كان موجود استمر على كده بدون تغيير 25 سنة بالضبط يا فاني طيب انا بس بقول كده لان انتم مهم قوي تبقوا عارفين ان تحويل الدولة من حالة لحالة تانية وعشان تاخد مكانها وتستفيد من موقعها لابد من بذل جهد مش باق مش جهد تخطيط لا تنفيذ وارقام كبيرة جدا من الاموال تضخ هنا